بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في العام الخامس عشر أو في العام العشرون من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره الشريف عليه الصلاة والسلام وهو في رعاية عمه أبي طالب زعيم قريش حصلت حادثة الزبيدي القادم من اليمن إلى مكة لأداء النسك ثم المظلمة التي حلت به بأن غصبه العاص بن وائل زعيم بن سهم غصبه بضاعته فلا سلمه ثمن بضاعته ولم يعد له بضاعته الزبيدي يستنجد بالأحلاف فلم يسعفه أحد فيقوم على جبل أبي قبيس ويصيح مستنجدا أهل مكة يا للرجال بين الحجر والحجرين هذه الصيحة سمعها أهل مكة وهم جلوس جوار الكعبة المشرفة في منتدياتهم وكان ممن سمع تلك الصيحة الزبير بن عبد المطلب الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي مر ذكره آنفا أنه لم يدرك نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما قبل نبوة رسول الله كان موجودا وهو الآن موجود والرسول عليه الصلاة والسلام ما زال قبل النبوة في عامه العشرين أو الخامس عشر عليه الصلاة والسلام من عمره عشرين الزبير بن عبد المطلب كان حاضرا وسمع كما سمع الآخرون ولكنه فعل فعلا حميدا هذه الصيحة التي سمعها من جبل أبي قبيس استنهضت فيه الحمية وأراد مقابل ذاك الظلم أن يقيم العدل فماذا قال؟ قال الزبير إن هذا الأمر أي هذه الصيحة التي نادى بها هذا الزبيدي إن هذا الأمر ما ينبغي لنا أن نمسك عنه ما ينبغي أن نترك هكذا لابد أن يناصر فتحرك الزبير بين بطون أخرى في قريش قريش هذه القبيلة الضخمة كان فيها الأحلاف بنوا سهم وجمحوا عبد الدار كانوا قد تحالفوا واتحدوا على الظلم ظلم هذا الزبيدي ومعونة ذاك الظالم العاصب نوعي فقام الزبير بتكوين حلف آخر ليكون على العدل لا على الظلم وجمع معه في هذا الحلف جمع معه أهله جمع معه بني هاشم وبن هاشم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بني هاشم العباس وحمزة وعلي رضي الله عنهم أجمعين فهذا بطن من قريش هذه بطون أخرى الآن في قبيلة قريش فجمع بني هاشم وأيضا أخذ معهم بني زهرة جمع بني زهرة في الحلف وبني زهرة هم الذين من بينهم آمنة والدة رسول الله عليه الصلاة والسلام وكذلك سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما من العشرة المبشرين بالجنة هم من بني زهرة كذلك كان في هذا الحلف الجديد الذي أنشأه زبير بن عبد المطلب الآن كان في هذا الحلف أيضا بنو أسد بنو أسد الذين منهم الذين منهم سيدة نساء العالمين أم المؤمنين زوجة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة رضي الله عنهما فهي من بني أسد كذلك في هذا الحلف الجديد الذي فيه بني هاشم الذي فيه بنو هاشم وفيه بنو زهرة وبنو أسد في هذا الحلف أيضا كان بنو تيديو ابن مرة بنو تيم ابن مرة فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله جل وعلا بقوله تعالى ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فهو الثاني في الغار مع رسوله وسلم يوم الهجرة وسماه الله بهذه المنزلة الرفيعة منزلة الصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر من بني تيم بن مرة كذلك في بني تيم بن مرة طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة طلحة الذي رضي الله عنه ذبع الرسول الله سلم يوم أحد ودفع الضربات عنه عليه الصلاة والسلام حتى شلت يمينه وفي رواية عند البخاري بترت أصابع يده رضي الله عنه ورضاه طلحة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه سلم يوم وحد أوجب طلحة أوجب طلحة لعظيم ما قدم رضي الله عنه ورضاه حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سقط في حفرة وما استطاع القيامة منها وجرح عليه الصلاة والسلام وراد الصحابة إبعاده عن موطن الخطر بجعله على صخرة صلى الله عليه وسلم فما استطاع لها قياما جاء طلحة رضي الله عنه ورضاه وانحنى تحت رسوله سلم حتى صعد النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره وارتقى به رضي الله عنه ورضاه طلحة بن عميد الله من بني تيم بن مرة فتحالف هؤلاء أربعة بطون الآن تحالف وكونوا حلفا فيه بني هاشم وبني زهرة وبني تيم بن مرة وبني أسد تحالف هؤلاء الأربعة لصد تلك المظلمة الموجودة في البطون الأخرى وإعادة المظلمة لصاحبها الزبيدي واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان هذا الرجل هذا من سادات مكة هذا من بني تيم بن مرة وكان عبد الله بن جدعان هو عم أبي بكر فهو عم لأبي بكر ومن سادات مكة وكان من المكرمين المطعمين جواد كريم يطعم يطعم حتى كان يذكر عنه في التاريخ في أخبار مكة للفاكهي أن عبد الله بن جدعان كان له مناديان رجلان يصيحان واحد في أعلى مكة والثاني في أسفل مكة وكل منهما ينادي ويقول ألا من أراد اللحم والشحمة فليأتي دار ابن جدعان اللحم والشحم في تلك الأزمنة حيث الفقر والشدة والجهد والضنك كان ينادى في الطرقات على كل من هو موجود في مكة من أهلها أو من من زارها من أراد الشحمة واللحم أنفس الطعام حتى الفلوذج وضعه عبد الله بن جدعان فليقدم على داري عبد الله بن جدعان على مر يومه في طيلة السنة كان على ذلك الكرم عبد الله بن جدعان عبد الله بن جدعان صنع طعاما وجمع هذا الحلف جمع بني هاشم وبني زهرة وأسد وتيم جمعهم لأخذ حلف يتعاهدون فيه فكان حلفهم وتعاقدهم على أنهم يداً واحداً مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه هذه بنود الاتفاق هذه بنود الحلف أنهم سيكونون يداً واحداً مع المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة وما رسى ثبيره وحراءه ما بل بحر صوفة البحر طبيعي إنه إذا رميت صوفة ابتل بالبحر وثبير الجبل العظيم في مكة الذي كان المشركون يقولون أشرق ثبير كيما نغير وجبل الحراء المشهور اللي هو جبل النور الآن غير حراء حيث نزل الوحي فكان هذا الحلف الذي تعاقدوا عليه ودخلوا في حلف فاضل فيه الشرف وحفظ الحق ورد المظلوم وقال الزبير بن عبد المطلب يومها حلفت لنعقدن حلفا عليهم على ذاك الحلف الظالم وإن كنا جميعا أهل داري يعني كلنا أهل مكة ونحن كلنا من قريش نسميه الفضول إذا عقدنا يعز به الغريب لذي الجواري ويعلم من حوالي البيت أن أبات الضيم نمنع كل عاري قام ينشد بذلك وهذه محمد عظيمة قام بها هذا الرجل الزبير بن عبد المطلب بكتكوين هذا الحلف عدلا ووقفوا للأحلاف الذين تعاقدوا على الظلم وفعلا أخذت المظلمة وأعيدت لصاحبها وكف ذاك الظلم وكان العدل العدل هذه المحمد العظيم التي قال الله جل وعلا فيها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون العدل حتى مع الأبناء لابد من العدل حتى مع الزوجات حتى مع الإخوة في حديث النعمان بن مشير رضي الله عنهما أن بشيرا رضي الله عنه والده جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يريد أن يشهده على أرض أقطعها لولده فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت سائر ولدك مثل هذا هل قسمت بالسوية والعدل بين كل ولدك قال لا بشير قال لا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم واعدلوا بين أولادكم الحديث في البخاري رضي الله رحمه الله وعن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العدل الآن يسمعون هذه البشرة إن المقصطين أي أهل العدل عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يحكمون عدلا في بيتهم عدل وما ولوا إن تولى مسؤولية ومنصب وإدارة وأيضا عدل والحديث عند الإمام المسلم في صحيحه تعريف العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه هذا هو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وفقنا الله وإياكم وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ترجمة نانسي قنقر